شنو اليديد لو لم ينصلط الضوء على الجديد في هذا المشروع؟ بالنسبة لتمييز هذا المشروع أو بما يميز هذا المشروع عن المشاريع الأخرى هو التخطيط والتصميم الغير مسبوق اللي قام فيه المستشار العالمي بحيث أنه جعل فيه أفضلية للمواقع كمواقع الوحدات السكنية بمعنى أن عدد القسائم اللي يكون التصاقها في الوحدات السكنية الأخرى أقل من ثلاثة هم عندنا ثلاث أنواع من الوحدات السكنية النوع الأول هو التصاق من ثلاثة جهات أي ما يسمى في شارع واحد مقابل لقسيمة وعندنا النوع الثاني اللي هو يكون التصاق من جهتين اللي نسميه بطن ظهر يكون فيه جارة على اليمين وجارة على اليسار أو يكون زاوية وعندنا النوع الثالث طبعا وهذا النوع الأفضل اللي هو الثلاثة شوارع اللي فيه التصاق من جهة وحدة النوعين الثانين هم الأقل الالتصاق هم الأكثر في مخطط هذا المشروع أكثر من اللي هو الشارع الواحد وحتى الشارع الواحد تم عمل أفضلية له بارتداد نسبيا أكثر وكذلك مراعاة أنه تكون عنده إطلالات على مساحات خضراء هذه الميزة اللي نقدر نقول داخل مديرة جنوب صباح الأحمد الميزة الأخرى هي ما يتعلق في الطرق الرابطة للمشروع والآن يتم تطويرها واستحداث طرق أخرى من قبل الأخوان في الهيئة العامة للطرق والنقل البري كتطوير الملك فهد وتطوير كذلك الطريق 306 الوافرة من عبدالله وطريق الزور الوافرة وطريق الرابط من طريق السفر السريع إلى شرق مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية ترجمة نانسي قنقر